بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحقيقة من المواضيع التي تشغل بال الإنسان منذ القدم وحتى الآن موضوع الموت وما بعد الموت وهناك أحاديث أنبأ بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنكرها بعض من ليس لديهم اطلاع علمي على الحقائق التي تصدر يوميا نحن الآن أيها الأحبة في عصر يمكن أن أسميه عصر الأبحاث العلمية كل يوم عشرات بل مئات الدراسات والأبحاث العلمية يوميا هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم له حديث غريب ولكن هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه الذي شغل عقله وحاول أن يفكر قال يعني ما ذنب هذا الميت أن يعذب ببكاء أهله عليه فأنكر الحديث وهذا خطأ جسيم لماذا؟ لأن هذا الحديث أولا يتناول موضوعا من مواضيع الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله فعلى أي أساس أنت تنكر حديثا شريفا من دون علم من دون دراسة لمجرد أن عقلك أو تحليلك قادك إلى أن هذا الوضع غير الصحيح الحقيقة أيها الأحبة يعني أنا لدي دراسة كبرى أجريت مؤخرا حول الوعي ما بعد الموت يعني هذه الدراسة مرعبة حقيقة حتى الأطباء الذين أشرفوا عليها يعني تجدهم عندما يتحدثون عن هذه الدراسة تجده في حالة يعني خوف أو رعب طبعا الدراسة أيها الأحبة اسمها الوعي بعد الموت السريري أكبر دراسة علمية نشرت حتى الآن نحن الآن في أواخر 2019 طبعا هذه الدراسة أيها الأحبة أجريت من قبل علماء في جامعة ساوث هامتون وجدوا أدلة قطعية على أن الميت بعد أن يموت ومات انتهى يبقى في حالة وعي وإدراك لما يدور حوله يعني والله شيء مرعب تصور للحظة فقط أخي المؤمن تصور أنك موت وهذه اللحظة لحظة الموت أنك تستمع لبكاء أهلك أو أولادك أو إخوتك وتسمع ما يدور بينهم وأنت لا تستطيع أن تفعل أي شيء سواء كنت من أهل الجنة أو من أهل النار لا تستطيع أن تفعل أي شيء طبعا هذه الدراسة رصدت نشاطا للدماغ بعد الموت يستمر لدقائق وربما ساعات وربما أكثر هم رصدوا هذا النشاط لدقائق ولكن يقولوا لا نعلم هل هذا النشاط يبقى مستمرا لفترات طويلة وليس لدينا أجهزة قادرة على قياس هذا الوعي أم أنه يتوقف بعد مثلا ساعة أو ساعتين وينتهي الأمر هم يجهلون هذا ويقولون إن هذه الدراسة مخالفة لكل الدراسات العلمية السابقة طبعا أحد أو رئيس الفريق العلمي دكتور اسمه سام بارنيا هو يعني بروفيسور متخصص في العناية المشددة وشهد آلاف الحالات من الذين ماتوا أمامه ودرسهم علميا وهو طبعا يعمل كبروفيسور في كلية الطب في جامعة نيويورك طبعا هذه الدراسة التي أمامي هنا أيها الأحبة تقول إن الميت على عكس ما كنا نعتقد سابقا أنه إذا مات انتهى كل شيء لا إن الميت يدرك يسمع وربما يبصر ولكن من دون بطريقة أخرى مثل الذي يغيب عن الوعي ويمر في حالة إغماء فإنه يرى الأطباء وهم يجرون له العملية وهو غائب عن الوعي هناك حالات كثيرة دورست فلذلك يقولون ربما يرى ويسمع ويدرك هذا ما يسمى بالوعي كل ما يدور حوله وهو ميت وهذا شيء يعني علميا غريب أيها الأحبة من الناحية العلمية طيب الآن أنا لدي الحديث النبوي الشريف إذا كان المؤمن توفاه الله فإن أول لحظة يمر بها بعد الموت ستكون إلى الجنة إلى النعيم طبعا ليس جنة الخلد ولكن هذه النفس التي توفاه الله في هذه اللحظة مباشرة خرجت من الجسد باتجاه النعيم مباشرة يعني لا يوجد مرحلة فراغ تمر بها لا شيء لا نعيم أو جحيم والعياذ بالله فالإنسان الذي يموت وهو مؤمن ما هو إحساسه سورة ياسين تصور لنا إحساس هذا الشخص المؤمن الذي مات منذ لحظات ماذا يشعر ماذا يقول هناك رجل جاء من أقصى المدينة يسعى وأراد الخير لأهل هذه القرية قريته وبدأ ينصحهم يا قوم اتبعوا المرسلين يا قوم كذا يا قوم كذا فقتلوا اللحظة التي قتل فيها ماذا قال وهو ميت قيل ادخل الجنة لحظة الموت قيل له ادخل الجنة ما هي أول كلمة قالها قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي واجعلني من المكرمين هو يعني يتمنى لقومه الخير مع أنهم قتلوه سبحان الله هذا حال المؤمن هذا المؤمن الذي يموت أيها الأحبة بشكل عام ما الذي يحدث يكون واعيا لما يدور حوله واعيا لبكاء أهله عليه وهذا شيء طبيعي الحديث لا يحرم البكاء على الميت أو الحزن لأنها حالة فطرية طبيعية الحديث فقط ينبئنا بحقيقة علمية نكتشفها اليوم أن هذا الميت يشعر ويتألم على وضع أبنائه وهم يبكون وهو يقول لهم يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين يعني والله الشيء غريب أيها الأحبة أن هذا الإنسان من يتفرح في حالة فرح فأنت عندما يموت شخص عزيز عليك أو قريب ابن أو أب أو أخ أو أم وتدرك أن هذا الإنسان مؤمن وأنه فرح الآن يعني يصيبك شيء أنت حزين طبعا ولكن يعني لا تتمالك إلا أن تدعو له وأن يعني تقرأ القرآن تحاول الدعاء له بدلا من الصراخ أو البكاء أو الأشياء التي لا يستفيد منها أصلا هو ولكن يستفيد من الدعاء يستفيد من يعني طبعا الدعاء دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجاب حيا أو ميتا إذن أيها الأحبة هذا الميت الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعذب أو يحزن أو يتألم نتيجة بكاء أهله عليه لأنه مؤمن ويريد لهم الخير ويقول لهم يا ليت قوم يعلمون بما غفر لرب وجعلني من المكرمين هو يتمنى أن يحدثهم ويقول لهم تعالوا انظروا أنا في نعيم الهموم زالت وهذا ما حدث مع حبيبكم عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت عندما قالت فاطمة رضي الله عنها وكرباه قال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم هو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه ذاهب إلى رب كريم رحيم ارتاح من هموم الدنيا ومشاكلها وأعبائها وأمراضها ومخاوفها وأحزانها كل هذا انتهى خلال لحظة جزء من الثانية ودخل في مرحلة النعيم لذلك هذا الميت يعني يتعذب أنهم يبكون وأنه يريدهم أن يفرحوا لأنه فرح فرحين بما آتاهم الله من فضله هذه الآية في حق الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء من عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذن أيها الأحبة هذا وضع المؤمن ماذا عن وضع الآخر الذي نسي الله نسي طاعة الله نسي كتاب الله وجاءه الموت فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فأنت فأنت الآن منسي من قبل الله عز وجل وتأتي ملائكة العذاب لتقول لك هذا هو مقامك من النار في هذه اللحظة تصوروا معي أيها الأحبة أن هذا الإنسان الذي أفنى حياته ليجمع المال ولي يعني يلهو وكل وقته مشغول في البناء في الدنيا بنى كثيرا ولكن ترك كل شيء وذهب وحيدا ما هو موقفه إذا كان من أهل النار عندما يرى ويسمع بكاء أهله عليه سيعذب أيضا سيعذب ليس بعذاب الله ولكن سيتألم نفسيا الألم النفسي هو نوع من أنواع العذاب أيها الأحبة سيتألم على أبنائه ويقول لهم يا ليتني أستطيع أن أقول لكم انتبهوا لكي لا تلقوا نفس المصير الذي أنا ألقاه الآن هو يعني هو يريد منهم أن يتوبوا أن يرجعوا إلى الله يريد لهم الخير أيضا لأنه تعرض يعني هو أب مثلا وتعرض لعذاب الله فيعذب أيضا ويتألم ألما نفسيا عظيما عندما يرهم يبكون ولم يلتفتوا إلى شيء مهم وهو العبادة والطاعة وذكر الله والقرآن العظيم وبالتالي فهذا ألم وعذاب نفسي أيضا حتى أن هذا الكافر أو هذا الذي من أصحاب النار ولياذ بالله يمكن أن يكون مسلم ولكن منافق وهو من أصحاب النار فإنه عندما يرى بكاء أهله يزداد ألمه وعلى ألمه يزداد عذابا على عذابه لذلك أن نبي صلى الله عليه وسلم أحبتي دقيق جدا في كلامه دقيق لا يعذب لم يقل يعذبه الله الله لا يظلم ولا يمكن أن يظلم الله إنسانا بغير ذنب ولا تزر وازرة وزر أخرى لذلك هذا الحديث يعني قال يعني الصحابة إن هذا الميت يعني دعوني أقرأ الحديث بدقة لكي نكون طبعا الحديث رواه البخاري أيها الأحبة هذا الحديث رواه البخاري فطبعا ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله هنا تفسير آخر لأمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم من القرآن أو حسبكم القرآن ولا تزر وزرة وزر أخرى قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى الله هذه آية في سورة النجم وأنه هو أضحك وأبكى إذن أيها الأحبة الله عز وجل أنطق هذا النبي وهو الذي لا ينطق عن الهوى أنطقه بأن الكافر أو الميت بشكل عام لا يعذب ببكاء أهله عليه فأمنا عائشة أوضحت أو يعني لها رواية أخرى خصصت أن العذاب يكون للكافر وهو حق المؤمن أيضا يعني نفهم من هذا الحديث الصحيح أن المؤمن يتألم على أو من يبكي عليه لأنه فرح يا ليت قوم يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين هل هناك فرحة أكبر من هذا هل هناك فرحة أكبر من قوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله لذلك أيها الأحبة والله إننا بحاجة لدروس وحقائق عن الموت وعن عذاب لا أكثر بكثير مما نحن بحاجة إلى الضحك واللهو وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا والله تعالى قال وتضحكون وتضحكون ولا تبكون لذلك أيها الأحبة هذا الحديث ماذا نستفيد منه اليوم أولا نستفيد أن العلم جاء ليثبت صحة هذا الحديث وأن الحقائق العلمية المكتشفة حديثا تثبت أن الميت يعي ما يدور حوله بعد موته يمكن أن يتألم لأن الوعي إذا كان نشطا إذا كان وعي الإنسان في حالة نشاط فإنه يسمع وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يعني أو قال لعمر رضي الله عنه ما أنت بأسمع لما أقول منهم يعني هؤلاء الموتى الآن يسمعونني أكثر مما تسمعوني أنت هم أسمع أكثر سمعا وهذا الدراسة أثبتته أن الميت يسمع الوعي أيضا عند الميت يبقى ربما لساعات ربما لأيام لا يعلمون لأن أجهزة القياس أيها الأحبة تقيس لحدود معينة تقيس لمدى معين هذه الموجات التي يطلقها الدماغ هذا النشاط الكهرطيسي ولكن بعد ذلك الجهاز يتوقف لا يستطيع أن يرصد أي شيء أخيرا أيها الأحبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق وأن يعني كما قال سيدنا يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين والله أيها الأحبة لو ضمن أحدنا شيء واحد أن يتوفاه الله على الإسلام لكفاه ذلك لأن هذا دعاء كل الأنبياء توفني مسلما وألحقني بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر